السلام عليكم المشاهدين كما شفنا ناعمة البادوية اليوم لحت وحد البوست وقالت بلا رفعت دعوة ضد هذا الانسان اللي شهر بها ودار لي هذه الصورة بالفوتوشو ودار لي صورة الماسيحيين وقالت بلا رفعت عليه دعوة اليوم رغت يتدير لايف مع الربعة للعشية هذا السيد اللي تطاول على هذا الانسان وزاد فيه كما كان قوله رحشومه وعيبه وعار هذا الشيره ما يبغيه للله لعبده على الواحد يجي تطاول على الانسان وزيد فيه الشتم والسب وزيد هذا الشي كامل يبدأ يدخل في الديانة الانسان وحنا عارفين الاسلام دياننا وعارفين انشحال متبتين به وعارفين انشحال معمقين فيه من جدودنا ومن اجل الجدور دياننا ويجي واحد الانسان خلدك الدور لي في الاخوة ويحط واحد الصورة ديال المسلمة اللي هي مغربية ومن جدورنا وعارفين انها خلدك فين مزيودة وفين عيشة ويجي وحط واحد الصورة دياله ويبدأ يشوه فيها ما عندوش الحق اي واحد ما عندوش الحق اي واحد يدير بحال هات الصور هادو عندك مشكل مع واحد الانسان بغي تنتاقضه ونجلس انتاقضه واناو يخلدك بكامل قوايا العقلية بلا منقيسه لا في وطنيته لا في ديانته لا في اي حاجة ونعيمة البدوية دابا من حقها تنود ترفع به شيكاية ومن حقها يبقى فيها الحال وآداها خلدك في نفسيتها وآداها في عائلتها ومن حقها تدير هات الشيكاية بهذا الانسان ونطنبوا كلهم هادوك الناس اللي كيديرون انتقاض بهذا الشكل هادا الله يهديهم ويراجعوا نفسهم قبل ما يقاديوا شي انسان را كيف ما كتقادي ذاك الانسان تتطربي غادي تجيك شي ادايا مشي جيها وغاي بقى فيك الحال نتمنى والناس يدروا عقلهم باركة من التراهات باركة من يديروا شي حاجة زوينة وشي حاجة نقية وغاية نتاقد نتاقد انتقاد بالناء وغاية نهضر على شي انسان نهضر بحتيرام بلا من اديه وكان قولنا عمل بدا ويا الله معاك وبالتوفيق وليلى هيل الله وحمد رسول الله ومع السلامة في فيديو آخر اشتركوا في القناة